جولة من بكين لأنه سادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل مساء أمس الخميس إلى بكين عاصمة جمهورية الصين الشعبية وبيحضر حفل افتتاح دورة العلعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين اللي حضراتكم شايفينه لقطات من الافتتاح المبهر ومشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث الرياضي العالمي الضخم المشاركة تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينج في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية بين مصر والصين الرئيس شهد حفل الافتتاح وأيضا افتتاح بكين الشتوية عشرين وعشرين وأيضا زيارته لها معاني كثير تخص الدعوة بالأساس والعلاقات المصرية الصينية بالأساس